السلام عليكم كديري اللي بس عليكم اتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتو ما كتفرجوا في هاد الفيديو مرحبا بكم معايا في مطبخوخة وملاك فيديو جديد اللي انتمنى يعجبكم اليوم نشارك معاكم باقيت او هاد صندويتشات اللي تيجيوا رائعين صدقوني كيجيوا روعة لف المضاء ولا في شكل ديالهم كيجوا ما تتشبعوش منهم والاهم كيوجدوا ضغية اول حاجة من سوصلت على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله وغرمشوا لطريقة تحضر بالنسبة هنا المكونات عن مشي العجين هي الاولى غناخد واحد ستمية جرام ديال دقيق مايو عديل ستاة الكؤوس غنضيف واحد ربع كاز ديال زيت نباتية واحد المعلقة ديال الخميرة حبيبات اللي سوفرت لكم المعجونة نديروها الملح ووحد المعلقة ديال السكر السانيدة بالنسبة السكر السانيدة اختياري بغيتو اديروه ما بغيتوش الناس اللي ما كتبه سكر ما تديروش غاية كتعطينا ديك تحمير رزوينة واحد المعلقة ديال الزبدة هاد هم المكونات اللي عندي درتهم في مرة واحد الكاز ديال الحليب اللي يكون دافيه صافي وغير مدك ناجن بالنسبة لعجينة ديال همرا سهلة قدرت عجنوها بيديكم انا دارني صبعي ماقدرتش ناجنها درت العجان صافي غنبخي نضيف الحليب بالنسبة للحليب تقدروا تعوضوه لك انت عندكم حليب بودرة تعوضوه اديرو واحد جوج معالق وتحجنوه بالمعادي صافي هنا من بعد ما تشكلت لي العجينة على هاد شكل ارا تكون عجينة اللي كتبتلسقها شوية في الليد ولكن في نفس الوقت شادة في راسا صافي كنغطي عليها وكنخليها تخمر ونخليها واحد ساعة هاك تقريبا صافي غنبخي نضربها هاك بحل ندلكها واحد شوية غي بيدي وغنديرها على سطح العمل ندلكها واحد لك اللي خفيفة عباش ما تبقاش تلسق رعجينة اللي كتكون رطبة تقدروا تشكلوا بيها اي نوع ديال مملاحس صافي غنقسمها على جوج وكل جزء غدي نشكله على ربعة القيطع اللي غيجوني ربعة اللي باقيت صافي غدي نكورهم على هاد شكل صافي هنا خرجت لي تمانية القيطع اللي خرجت لي غدي نجيب تقاق الفينو او سامد الناعم وغادي نغبرهم زياد باش لاننا غان نستعملون مدلك باش يجونا سالين فاش غادي نبغوا نطلقوهم هنا من بعد مشكلتهم على هاد شكل غندي اليوم الفينو بزيت وغادي نغطي عليهم وغنمشي معكم بتحضير الحشوة بالنسبة للحشوة اهد هاد شش حارتو لقيت اللي كانت العجينة هات خمر عندي علبة ديال طون اللي بصفيتها من الزيت واحد شوية الكفته تاية اللي صوتها في شوية البزار والملح الزيتون قطع فرماج ما بين المدزاريلا والفرماج حمر السلسة الطماطن تاية اللي صيبتها والفلفلق تاعتها شرائح ما بين الخضرة والحمرة تاية وصوتها في شوية البزار والملح والبصلاح ساية بالنسبة للحشوة كتبقى لكم اختيارية تبقى تقدروا تغيروا اي حاجة ماشي مشكل اغا هي الطريقة هاد طريقة هدي كتجي لديدة بديك صلصة ديال الطماطم والفلفل والبصلاح كتجي واحد المدق اللي مختلف على العمارات اللي تنديره سوف هنا غناخد كورة من هادوك الكورة اللي شكلت وغنجيب المدلك غنحاول نشكلها على شكل طولي وضروري ندرو فيها شوية العرض هكا بشحننا مازال غلوها سوف هنا من بعد ما شكلتها على هاد الشكل هكا غنجيب العمارة وغادين بتاسر عمر غنديل السلسة الطماطم هي اللولى واحد المعلقة هكاك إلا كنتك تفضلو شي صوس ديروها عوض سلسة الطماطم سوف ندير الفلفلة نروح شوية الفلفلة هكا والبصلاح تا هي انا شكلت فيهم قدرت تقريبا نص بالطون ونص بالكفزة والطون حتى هو انا غنستعمل ايدي مكنش محسن من اليد انا ما ايدي ضررني لك شي لاش سوف ندير شوية طون هكا ندير الزيتون ندير الفرماج الجو اللى محكوك كيعطيهم واحد تعليك الزوينة الداخل سوف نحاول نلوي هذا الطرف على هذا الطرف الطرف اللى اخر حتى هو ونجمع جنب حالة الليوي هكا لانا خاصة ضروري العجينة تلتح من لنا باش ما تخرش لنا الحشوة سوف نقطع وكنا عاود ثاني نزير طريقة اللى ساهلة وبالنسبة لهدوك الازل اللى حيت را ما غديش نضيعهم دروري غنجمعهم باش غادي نشكل بهم واحدة ونعود معاكم واحدة اخرى العجينة اللى تكون رقيقة حاولوا تترقوها هكا بالمدلك اوريتكم السمك ديال العجينة واش حال تقريبا كيتبقى رقيقة لانا ما زال غادي يخمروا وغادي تنفخوا باش كيدخلوا الفرن تبارك الله كيتضعف الحجم ديالهم سافي غنشكل واحدة بنفس طريقة ديال اللولا نفس طريقة هاكا كندير سلسط طماطم البصلة الفلفلة وكندير الزيتو شرائح زيتو اللى بيغيتو تديرو تل اسود ديروه اللى اللى توفر لكم انا توفر لي غادي ادرتو صافي هاكا وكنحاولنا هذوك جنب نجمعهم صافي نقرصوم هاكا ولكنديروه موس وتنحيدو هاداك هاداك شي اللى كيش اطلنا العجينة اللى كتبال لنا بزيدة صافي وكنحاولوا هذوك جنب هاكا طروري كتسدوهم مزيين بايش ما تخرش لكم الحشوة سوفيو تنحط في الطاوة من بعد مكملتهم غنمشي دابل تحضير اللى غندير معاكم بالكفسة بالنسبة للسلسط طماطم انا كندير فيها ورقة موسى كتجيني مدق زوين يلا عجباتكم الطريقة قولوها ليه في تعالق ونشارك معاكم طريقتي في تحضير سلسط طماطم فاش كتكون عنديها كماطشة كنديرها بيكيميا اللى كتكون زيدة وكتبقى عنديها كفتلاجة ما سيوقع عليها والو كنخليها هكا حسن من هذيك اللى كنتشري وفيها مواد حافظة هذي ديال الدار كتبقى أحسن وكتجي لديدة وكتجي خاطرة كماشتوا معايا كجيلو ديالها أحسن من ديال الزنقة دائما حاجة الدار كتكون طبيعية وكنعرفوا المكونات اللى كتكون فيها وفي نفس الوقت كتجي أحسن بكتير من اللى كنتشريو هكا على برة سفي هنا من بعد مشكلة الباقيت ديالى اغي عوض الطون انا عوضوا بالكفتة نفس الطريقة سفي كنحاول نجمع هذوك الجناب هاكا ودروري كنقرصوهم وتلويهم باش يتجمعوا سفي هنا ديك سلسة طماطمية اللى اضفت لها واحد شوية الماء نفسها اللى عمرت بيها وغاد يندهن بيها لوجه ديالهم بغيتوا الدهنوهم بالبيض كي بقى لكم اختيار هي الوصفة في طبيعتها كتدهن هاكا بسلسة طماطم كيجل لون ديالهم محمر وتيجيوا زوينين هنا غن ناخد تقدرو تديرو غيموس انا اخديت هاد غاز واغلي تكون جديدة سفي وكندير فيهم هاد الفليحات على هاد الشكل كيجل منطر ديالهم زوين تقدرو تخليهم غيه هاكاك كلها سيدة ورغبتها سفي كندير هاد الفليحات هاكا وكنزين بشارة احد ديال الفلفل اللى بقات ليا خضره وحمره كيجون منطر ديالهم زوين وهاد اللي باقي تركيجو لذات كيجوب متشبع منهم هاكا ديروهم لوليداتكم مع المدراسة اللي عنده وليدات تغدو في المدراسة او دب احنا ان شاء الله مقبيع لشهر الفضيل اه تبقى عندكم كوصفة معتمدة راكيجيو متشبعوش منهم وكيما قلت لكم في اول فيديو راستهالين ما كياخدوش معانا وقت بزاف خس غلاجينها هاكا تكون خامرة راكت تخمر غير المرة وحدة الصافة هنا غندير شرائح ديال الزيتون على هاد الشكل وغندير شوية الفرماج اللي بقالية مخلط ما بين الموزاري لا وفرماج حمر صافة في هاد الاثناء كيكون الفران تيسخن الفوق والتحت كندخلهم راكي ياخدوش بقت بزاف رضغية تيتحمروا غيرضوا معاهم البال صافة اذا بغن ندخلهم وغن رجعو بجنشوفوا شكل نهائي ديالهم هنا بعد ما خرجتهم من الفران نرى كيجوا على هاد الشكلة بقين سخان كيجوا رائعين وكيجوا ما تشبعوش منهم كيما كتليكم غير جربوهم على دامانتي وطريقة كيما اشتو اللي سهلة وتال مكونات اللي فيهم ما فيمشي مكونات مكونات جد اقتصادية كيجوا مع اللي كين بيداك الفرماج اللي درنا فيهم الواسط كيجوا مع اللي كين نتمنى الوصفة تكون عجبكم بالنسبة ديالك فتاعتا هما كيجوا على هاد الشكل درت ليهم غي شوية الفرماج هاكا وشوية السيسون حتى هما را كيجوا للدادين ترافقوهم هاكا معا بشوية الهريسة اللي كانت عندكم كتفضلوا الحار ديروا شوية هاكا ربقي سخان انا كنحل فيهم وبقين سخان هذا فيديو تنهاء اليوم نتمنى الوصفة تكون عجبتكم ولعجبكم ما تبخلوش اليابي لي لايك واشتراك في القناة اللي مازال ما مشتركش كنقول لها مرحبا بيك شاركي باش يوصلك كل جديد ومرحبا بالناس اللي كتنضم القناة كنقول لكم مرحبا بكم وشكرا لكم وشكرا على التعليق الزويل اللي كتخليو في حقي وإلى فيديو قادم إن شاء الله